حل وفدوا شبيبة القبائل عشية اليوم الأربعاء بالعاصمة الأنغولية لواندا تحسماً لمواجهتهم ضد بيترو أتليتيكو الأنغولي لحساب الجولة الأولى من دور مجموعات رابطة عبطال أفريقيا هذا وكان التقني ميلود حمدي قد وجهت دعوة لواحد وعشرين لاعباً ليكونوا ضمن القائمة المعنية بلقاء الكناري وبيترو أتليتيكو أما لحساب الجولة الثانية للمنافسة يستضيف زملاء بوخنشوش الوداد الويضاوي المغربي قبل التنقل إلى كينشاصة لمواجهة ندي فيتاكلوب الكونغولي فللإشارة مشاهدين خاضت شبيبة القبائل خلال الراحة الشتوية تربصاً بمدينة أنطاليا التركية تخللته عدة مباراية ودية